ولتسليط ضوء أكثر مشاهدين على معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية صفلة يعني أجواء المعرض لديك أبرز ما تضمنه اليوم الثاني من فعاليات والأنشطة الثقافية بالمعرض أهلا بك رجائي وبكل أسادة المشاهدين نتابع معكم استمرار معرض قاهرة الدولي للكتاب في فتح أبوابه بالطبع للجمهور في اليوم الثاني لاستقبال الجمهور في الحقيقة بداية يعني اليوم ولأنه يوم الجمعة عطلة رسمية فبالتالي هناك إقبال كبير جدا على المعرض بكل فعالياته الثقافية والفنية بالأمس أعلنت وزارة الثقافة أن عدد الجمهور تخطى المئة وواحد وثلاثين ألف زائر من المتوقع أن يكون هذا العدد في تزايد اليوم نظرا للإقبال الشديد منذ صباح هذا اليوم على المعرض بكل فعالياته بالتأكيد هناك فعاليات كبيرة سواء كانت ثقافية أو فنية يعني موجودة داخل المعرض يتمتع بها كل الزوار فإذا تحدثنا عن الفعاليات الثقافية هناك عدد من الندوات في قاعة شخصية المعرض الكاتب الكبير صلاح جهين بعنوان ربعيات صلاح جهين وندوى أخرى أيضا يحاضر أو يكون فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وأيضا ندوى أخرى بعنوان نحن والتراث أما عن الفعاليات الفنية التي كانت موجودة أيضا اليوم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وحققت حالة من البهجة والسعادة بالطبع على زوار المعرض كان هناك بعض الفعاليات الثقافية مثل عرض الأرجوز وأيضا الطنورة وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية هذا بالإضافة أيضا إلى الفعاليات الثقافية التي تنظمها المملكة الأردنية نعم نعم أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري من مقر معرض القهرة الدولي للكتاب محمود جميل أشكرك شكرا جزيلا